زي ما حكينا تشابتر اليوم رح نحكي فيه عن الديدكشن الديجنوسيز الكيريوست ليجنز الريكوردين في الدينتال كلينيك الكيريوست ليجنز بأي سيرفس موجودة كله هاد رح نتعلمه ان شاء الله بهاد الشابتر طيب اول شي من انا نعمل شوية زي ما حكينا عن البيوفيلمز حكينا لما يصير فيه شفت بالبيوفيلم الشفت الي بالبيوفيلم هو انه بيصير فيه ميتابوليك اكتيفتي تورد انه يكون معظم البكتيريا عبارة عن كاريوجينك بكتيريا بتعمل بطلع الاسد كباي برودكت بعد الفيرمنتاشن للشوقرز يعني هي نوع البكتيريا اللي بتكون سائدة في البيوفيلم الكاريوجينك بتكون بكتيريا بتعتمد بشكل كبير على الفيرمنتاشن للكربوهايدرات The symptom of this is what can be detected with the naked eye and classified as a carious lesion يعني هللي احنا بنشوفه بعد الشفت هدا اللي بيصير والاسد اللي بتدوب المنيرالز الموجودة في التو السيرفس بنشوف انه clinically سيرنا نشوف carious lesions سواء كانت active سواء كانت early white lesions وهكذا It was pointed out that lesions may be active if nothing changes in the oral environment بتضل مكملة بتضل عملة progress أو ممكن تكون arrested if nothing changes they will stay as they are Steps to make an appropriate treatment decision Detection of the lesion بيساعدنا او هاي اول خطوة بمراحل Diagnosis ان نعمل detection هل هي موجودة ولا لا هل فعلا في عندي lesion ولا لا عرفت اشوفها عرفت احددها موجودة تحت البيفلم كل بيفلم فيه تحتها lesion ولا لا Diagnosis بدي اعرف هل lesion اللي انا شفتها وعملت لها detection هل هي active او inactive وكما عم بهمني اعرف الليجن هل الانتيجريتي تبعة السيرفس اللي فيه موجودة هاي الليجن هل هو intact هل فيه cavity هل فيه minor cavity طب لو فيه cavity هل ممكن سهل ينظفها المريض لو كانت superficial او على smooth surface ولا لو كانت على closed surface رح يكون اصعب اكيد انه نظفها فاذا The area detection and diagnosis of the carriose lesion are a primary consideration في موضوع Minimal intervention dentistry شو هذا المنimal intervention dentistry concept تعرفوه شو المنimal intervention dentistry ممكن نحاول قد ما نقدر انه ما نعمل feelings اذا كان فيه طريقة غير هيك نحاول ما نعمل feeling اذا كان فيه طريقة غير هيك يعني فكرته من انه اسمه minimal intervention معناته اني انا احاول اخفف من الخسارة من الاسنان خسارة من structure تبع السن اني احاول استخدم طرق prevention اكتر من طرق operative مثلا لو اضطرت للoperative تكون as much as minimal as possible يعني فكرا نكون بشكل عام conservative بالحفاظ على الاسنان فهو بيش دور ال early detection and diagnosis لما يجيكم مريض بدو يعمل نوع treatment معين بدو يعمل implant ولا بدو يعمل bleaching مش فقط تهتموا انتو بمريضكم انكم تعملولو له او توصلولو لتريتمنت هاي لحالها لا انتو واجبكم وظيفتكم كاطباء انكم تعملوا examination full examination للoral cavity لكل الاسنان هاي المرحلة بتساعدكم تعملوا early detection و early diagnosis للكيري وسليجن فانتو هيك بتساهموا بالminimal intervention dentistry اوكي ال detection بيعتمد على كتير شغلات منها visual منها tactile radiographic methods نستخدمها عشان نحدد الكيروس lesions تحديدا التactile detection using sharp explorer مش دائما ينصح به فيه هلأ رح نشوف كيف رح نستخدم ال probe في ال diagnosis بشكل سليم use of simple devices such as loops for magnification of the clean surface can improve detection validity تعرفوهم اللوب صح؟ شفتوهم هي ادوات تستخدم شوي بتقرب من السطح السن تشتغلوا بطريقة عريح بتساهم بالposture لطلو الاسنان هو يشتغل فيه منها 5X 8X اكتر او اقل حسب شو موجود بتساهم بانه نعمل detection بشكل اوضح موضوع detection حكينا باعتمد على ال visual وعى التactile وعلى بعض انواع شو فيه انواع راديوغرافز تستخدمها ل شو فيه انواع تستخدمها ل شو فيه انواع تستخدمها ل راديوغرافز بايتوينج بايتوينج اهم شي بايتوينج عشان تحدد لأي نوع بايتوينج مزبوط اللي بين الاسنان بيكون بتحدد بسهولة بالبايتوينج طيب شو رأيكم بيه الشو اسمه سهل احدده على بريابيكل مثلا لا مش دائما صح يعني لو كان ديب شوي ممكن يبين معي بس يعني قاطع وواصل في الدنتين وممكن مقرب على البال ببين معي اما لو كان بالانمل بس بتتوقعوا يبين معي ولا لا قلتوا لا شو اللي بخليه ما يبين من اللي اخدتوه بالرياديولوجي مش بيكون فيه سوبر امبوزشن من بقية الانمل اللي موجود مش دائما صحي اللي بين يعني مرات بيبين بس الغالب رح يصير له سوبر امبوزشن خاصة اذا كان لسه في الانمل رح يتغطي عليه الاثر انامل اللي موجود في بقية الوكلوزل سيرفس فما بيبين بشكل واضح طيب يعني الديجنوزز بيساعدني اشخص المرض او الديزيز هذا اللي انا بعمل فيه بيساعدني اني اشوف البروغنوزز هل رح تتحسن حالة المريض بناء على الورال كونديشنز الموجودة عنده هل لو استخدمت preventive treatment مثلا او لو حاولت اشجع الريمن Reach هل الأورال كونديشن والأورال هايجين لهذا المريض بتساعدني او لا وبتساعدني هذا الحكي كمان اني اعمل اساس ده yhte اللي بدي أخده بناءً على الأورال كونديشن والله بشوف هذا المريض فعلاً شخص بيهتم بالأورال هايجين ممكن يكون كووبراتف هو من شخصيته شخص كووبراتف فإذن ممكن يكون موضوع الشغل على ريمينراليزيشن يساعد هذا المريض يساعد فيه يعني يكون سهل عليه إنه يعمل ريمينراليزيشن نتيجة إنه في عنده خلينا نقول شغلة تانية من قبل حكينا إنه إحنا ما بنتصرف بدون علم المريض اللي بدنا نعمله نحكيه للمريض بناءً على الدييجنوز بنخبره شو الدييجنوز بالبست of our knowledge شو طلع معنا الدييجنوز بنخبره شو الأوبشنز اللي متوافر عنا كتريت من تبلان وكمان بنخبره بالبروغريشن لكل طريقة رح نستخدمها في الكنترول لهاي الليجن هل رح يكون جيد هل فيه بروجنوز سيئ هذا الحكي لازم يكون عارف المريض كمان الدييجنوز بساعدني في المنترينج للديزيز على سبسيكونت فيزيز بخلال جلسات المريض المختلفة دكتور اللي بنلبسها هاي في العنق زي نضارة بس هي مش نضارة زي زي مكبر مش مش مايكروسكوب أكيد لا هي زي مكبر نستخدمه نحطه بنلبسه ع عينينا بتفرجيك صورته بيكبر لنا بنشتغل فيه بيكبر لنا خمس مرات أو ثمان مرات فيه شغلات احداشر مرة اتناشر مرة حسب النوع حسب الشركات تستخدميه خلال مراحل العلاج خلال الاندو مثلا بيكبر لك الفيلد اللي بتكون تشتغلي فيه في فإزا بيساعدك على بطريقة أحسن فهمتي فكرته نلبسه مرات بيكون معاه ضو إذا عمرك شفتيه عمرك انتبهتي عليه بيكونوا لابسينوا دكات الأسنان بيكون فيه عدسات بتعمل طبعا من كتير منها انه دكاترة الأسنان أصلا من الشغلات اللي بتصير معهم عادة مشاكل بالظهر والرقبة والعيون نتيجة البوستشر أو الوقف اللي بتكون مش صح أو الأعدل اللي بتكون مش صح استخدام شغلات زي اللوبس بتخفف التنشن على العينين بتخفف التنشن على الظهر والرقبة فهو بالشغل كلينيكا اللي مفيد جدا بس فيه إلو بناء يعني سيئة إنه إذا تعودت على الشغل فيه بتبطل تارتجه البدون طيب بناءًا على هذا الكلام معناته إنه الدايجنوصل سهل وإيزي شو رأيكم شو رأيكم هل التشغيص سهل كتير لا مش كثير شو العقبات اللي ممكن تواجهني عشان ما أعرف أشخص تشغيص صحيح بدي أجي أشخص الدايجنوصل سوري الكيريز ده أعملوا دايجنوصل بتقولكم المؤلفة إنه عملية الدايجنوصل هاي زي تراب فور ذا أنويري أو هي زي فخ للشخص اللي أنكس بيريانز أو الشخص النايب أو الشخص اللي ما بعرف كتير لإنه هو ممكن ينغر بحاله إنه ها والله شاف شيء متلور قرر إنه هادي كيريز أو أكتف كيريز أو وتبر ولكن فعلياً الدسجن هادا اللي بناخده إحنا عشان نقرر إذا هاي الكيريز موجود أصلاً ولا لا ولا أكتف ولا لا نعمل في conditions of uncertainty أنتي متأكدة إنه تحت هاي البيفلم فيه فيه ليجن لو شلنا البيفلم متأكدين إحنا إنه هاي الليجن arrested مش active عارفين مية في المية هاي فسرت مثلاً 30 أو 40% من المنيرالز فإحنا فعلياً بنحاول نوصل لأحسن دسجن ولكن إحنا ما بنكون very certain من هون بتيجي صعوبة الديكنوز طيب most lesions are covered by بيفلم وهذا اللي بيزيد صعوبة الموضوع عشان هي هاي هلا رح نشوف من pre-requirements للديكنوز إنه نعمال تنظيف أوكي وكمان it is not always possible to separate active from arrested lesions زي ما بكرنا في الشباتر الأولى عملية التسوس هي continue one continue one يعني شيء مستمر أي نعم الاكستريمز أو الطرف الأول عن الطرف الثاني أو البداية عن النهاية بيكونوا مختلفين تماماً عن بعض ولكن بالنص صعب أفصل كل مرحلة عن الثانية هون هيك بيجي مبدأ continue one وفكرة الكيرز كأنه continue one ماشي هو فيه عندي arrested وفيه عندي active وبفرقه عن بعض ولكن في النص مش سهل أحدد وينت انتقل من active ل arrested فهذا بزيد من صعوبة الديكنوز the decision is the best guess إحنا بنوصله الديكنوز هذا اللي إحنا طلعنا فيه هو أحسن خيار وصلنا له تحذيراً طبعاً بناءاً على المعلومات المتوفرة عندنا كلينيكياً اللي شفناه بيتم المريض الشكال المريض من chief complaining اللي حكى فيه الفحص كل هاي بتخلينا نوصل ل best guess إنه هو يكون الديكنوز تبعنا أفضل خيار إحنا شايفين إنه هو ممكن يكون الديكنوز ده الديكنوزتيك تيست اللي إحنا بنستخدمهم عادة مش بس في الكيريس في كل التشخيصات لازم يكونوا valid وreliable شو يعني valid وش يعني reliable شو يعني يعني الديكنوزيز يكون صاح اللي أنا حاططه وبرضو قد ما عيد الديكنوزيز يكون الإشي نفس ما هو يعني ما يتغير أنا اللي قد ما تعيدي بيكون زي ما أي مصطلح أي مصطلح فيهم تالا reliable دكتور reliable تمام لما يكون reliable يعني معناته أنا قد ما عدته لازم يظل يعطيني إيش نفس النتيجة valid إنه يعطيلي فعلا نتيجة صحيحة نتيجة مزبوطة يعني مثلا خلينا نحكي فرضا فحص كورونا أعطاني إنه هذا الشخص عنده كورونا فإذن diagnostic test من نقاط القوة اللي إليه يكون valid يعني فعلا يعطيني إنه هذا المريض عنده كورونا وهو فعلا المريض عنده كورونا مش يعطيني negative والمريض يكون عنده المرض أو عنده كورونا نفس الفكرة brillability brillability إني أنا لو عدت الفحص تكرارا يرجع يعطيني نفس النتيجة عن نفس الشخص طبعا لو أنا جيت قررت إنه هذا السن بناءًا على اللي أنا شايفته بناءًا على visual tactile examination وبناءًا على radiographs ممكن whatever شو اللي عملته قررت إنه فيه وactive جيت أنا تاني يوم على نفس السن أو بعد أسبوع على نفس السن لنفس المريض وشخصته بنفس التشخيص إنه active caries lesion أنا هون بيكون عندي intra examiner reliability يعني أنا بيني وبين حالي أنا consistent مع حالي القراءة أو نتيجة الفحص اللي عملته من قبل كان نفسه هلأ إذن الdiagnostic tests اللي أنا استخدمتهم كانت reliability inter examiner reliability شو يعني بناءًا عن اللي حكيتهم شو بتفهموا منها الانتر examiner reliability وين تقوم يا صبايا شباب شو بتفهموا من الانتر examiner reliability عكس ما هي الانترا أو يعني مفهومة شو هي مين سيجاوبي الله عائشة مريم تعرفوا يعني دكتورة ممكن إنه مش بيني وبين حالي زي ما حكيتي بالانترا بالزبط ما بيني ما هي انتر هديك انترا ما هاي المصطلحات كلكم انتر المفروض تعرفوها انتر examiner reliability يعني زي إيش تالا كيف الناس التانين أعطيني مثال يعني أنا لو جيت جبت سن أو جبت كيس لمريد وأنا فحصتها والتالا فحصتها ومريم فحصتها وأبسر مين فحصها كلنا رح نطلع بنفس النتيجة كلنا رح نطلع بنفس النتيجة إنه إحنا عنا شو كيرز اكتف فهون إحنا كأجزامنرس فيه بيننا انتر اجزامنر reliability كلنا طلعنا بنفس النتيجة فالdiagnostic tests اللي استخدمناها تعتبر reliable كل ما استخدمناها بيعطي نفس النتيجة مراراً وتكراراً واضح؟ طيب فيه إحنا بريريكوزيت لديكشن والدييجنوس لازم يكون عندي أشياء متوفرة عشان أنا أعمل في جوال ونطلع بي ديكشن ودييجنوس صحيح بيزمني good lighting الضو هذا الموجود في العيادة مش من فرق بالثماني dry clean tooth surface لازم ننظف نعمل cleaning لا tooth surface نشيل لبلاك ويشوت clean it off من خلال أو عن سطح السن عشان يصير سهل أشوف شي فيه تحته ممكن بايفلم هاي تكون فعلاً فيه تحتها كيريز ليجن وممكن لا بس انتبهوا احنا بنعمل black removal أو cleaning ولكن ليس polishing ما بنعمل polishing لأنه ممكن يأثر على roughness للسيرفس خاصة استخدمنا مع base تبع البوليشن فبالتالي لو كان عندي surface rough مش رح عارف عمله detection بالتاكتيل زي ما رح نشوف هل فإحنا بنعمل cleaning للي black مثلاً عنا هون هاي الحالة فيه عليه black وكان موجود لما نظفنا وعملنا drying أو drying أو نشكنا صبح السن طلع معانا بهذا الشكل طلعوا active lesions اللي موجودة على occlusal surface مبينة إنها active white lesions أول إشي مبينة rough ثانياً white white opaque ثالث شي مت ما فيها لستر مثل باقي الانامل فبالتالي لازم نعمل cleaning للبلاك خلال مرحلة diagnosis عشان يطلع معاي diagnosis صحيح طيب each quadrant of the mouth is isolated with cotton rules كل quadrant بعمله drying بحط فيه cotton rules وبعدين بنشفه بال triple syringe كلكم تعرفوها عشان فعلاً أعرف أحدد white lesions لأنه كتير white lesions ما بتبين مثل هاي الصورة إلا ب مراحل drying أو إنه نعمل تجفيف لسطح السن لأنه طبقة saliva film بتكون معطيه شوية لمعة لسطح السن فإحنا بنشوف هاي لمعة جاي من النفسه ولا جاي من السلايبة الwhite active lesions زي هاي بتكون عادة مت ورف طلعوا قريبة من منطقة فيها gingival أو gingivitis ف most likely إنها هاي lesions active كما من قولي شاهد بحاجة الactive بهاي بالإنمل إيش نعمل نعمل البربرائشن بهاي لا هلأ هذا الموضوع رح نحكي عنه بالمنجمنت لو دام بدنا نحط في بالنا موضوع إنه ونشوف حسب البيشنت أورال كونديشنز حسب البيشنت أورال هايجين هل ممكن نمشي معاه بموضوع ريمينرلايزيشن إذا في مجال بيكون كتير أحسن تمشي بموضوع ريمينرلايزيشن لهاي الكيرز ليجينز طيب من التولز التاني اللي ممكن أستخدمها هو وجود الميرور الميرور طبعا أول شي بتساعدني أعمل ريتراكشن للشيك واللبس ما بتخليني أستخدم إيدي لأنه مش البروفيشنال هذا الكلام وممكن يؤذيني كمان ممكن ما يكون سهل أنه أعمل يعني ريتراكشن للشيك واللبس بدون ما أقذي حالي بالإنسترومنس اللي باستخدمها أول شي بروفيشنالي لازم أستخدم ميرور تاني شي الرفلكشن اللي بيصير على سطح الميرور هاي بيساعدني بالدايجنوسز تحديداً بالبلتال سيرفزز اللي وين البلتال سيرفزز اللي للماجزيلاري تيث مثلاً عندنا هاي الصورة هون شايفين كيف وضع الكيريز ليجينز اللي بي البلتال سيرفزز طبعاً مش مبيني من اللي بيلي وتنتم تفحصها باستخدام ميرور واللايت اللي بيصير له الرفلكشن على الميرور الميرور بيساعدني بالدايجنوسز طيب بنفس الترتيب لازم تعملوا فحص لكل الأسنان حاولوا اعملوها بنفس الترتيب عشان انتو نفسكم ما تنسوا سطح يعني بتمشي تمسك كل سن بنفس الترتيب عشان يشد نطمس من أسطح السن وكمان بدنا نعمل نعمل الجنكشن اللي بين رستوريشنز والفيلنز او بين رستوريشنز والتيث احنا مش هدفنا نفحص فقط الأسنان في عنا مرات كتير رستوريشنز بنا نتأكد هاي رستوريشنز كويسة صار تحتها ريكرام كيريز ولا لا المارجنز الانتيجريتي للمارجنز هل هي منيحة هل ممكن هاي المارجنز تكون فيها قاب بينها وبين الرستوريشن او بين الرستوريشن والتيث هل ممكن تكون تعمل ترابنت للفود او للفلويتس من الأورال كيفيتي فيه 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 بالرستوريشن او بالتوث هذا كله لازم يبين معنا بالإكزاميناشن شارب ايز شد بي يوز توقف فور the early signs of demineralization شارب ايز وليس شارب بروبس احنا البروب ما بدنا نستخدمه بانه نصير هيك نحت في الأسنان ونحفر فيها ونمسك المكان ما فيه كاتش ونصير نطلع هيك صوت ويعني بدفاشي نتعامل مع the tip of the probe احنا ما بدنا نعمل هيك البروبس هي عبارة عن delicate instrument الهدف منها تساعدني في الدايق نوز من خلال the tactile sensation وليس من خلال الدفاشي اني انا احطها بالسن او اعرف او اني احطها شو بدأقول يعني انه نحطها بالحفرة ونتأكد انها فيها حفرة ونصير نحفر فيها لا هي مش رمح هي على رأي مؤلفتكم ما بدنا نطعن المريض فيها يعني مش الهدف انه ان نصير نحط في سطح السن نتأكد في كافيتي ولا لا ولا في رفنس ولا لا لانه زي ما شفنا بالصور اللي قبل مرات احنا بهذا التصرف نعمل كافيتي فاذا بدنا نستخدم البروب بشكل gentle قد نستخدم side of the probe عشان نشيل طبقة البلاك عشان اذا بدنا نشوف تحتها هاي ممكن احدى الاستخدامات ولكن بقية المرات بنحرك التب تبعة البروب بشكل gentle over the roughness او cavitations عشان نتأكد انها موجودة سواء على smooth surfaces او على occlusal surfaces طبعا بتكون هي عبارة عن مثلا بتشوفوها irregularities باستخدام البروب اللي هي في occlusal surface ولكن بتحسوا في مشكلة وانتو بتمشوا يعني ما بيمشي smoothly لما يكون في cavity او micro cavity بيدقر بيمسك البروب اذا the gentle use of the probe explains why these methods are described as visual tactile criteria احنا بنعتمد على visual tactile method شو يعني tactile حكينا ايش يعني tactile يعني ملمس ملمس احنا بنستخدم اصلا يعني بس بس اصابعنا هي اللي بتكون تحس مش انه احنا بننتعامل بدفاشة بس الاحساس بيوصل لأصابعنا حسينا انه باحساس بسيط انه في irregularity في roughness بس بطريقة بسيطة وجندل طيب how early is it possible to detect demineralization بناءا عن knowledge اللي اخذناها من chapter one chapter two واللي بصير في البيوفيلم بتأدي من احداث تؤدي لحدوث الكارث برأيكم احنا سهل نحدد امتى بلش demineralization ببلش اشوفه لما يصير 30% خسر هلا هو احنا فعليا عشان نشوفه على الex-ray بيمبلش يشوف يعني مبلش يخسر من 30% ل40% من المinerals تخيلي عشان ابلش اشوفه على الex-ray يعني خسر 40% من المinerals اذا انا مش سهل ابلق او اعرف امتى demineralization بلش او how early كانت بداية demineralization او اوصل لاول مراحل demineralization كلينيكالي هذا الحكي مش قبل مش رح اعرف اعمله في العيادة ما رح اعرف من احكي انه هاي هذا السن في 10% demineralization او 20% demineralization بدأ الحق ما فيه كلينيكالي ما رح استفيد من هذا الكلام قد يكون مفيد بموضوع research في بعض الابحاث في بعض المختبرات ممكن نعمل ابحاث على اسنان على حيوانات اسنان حيوانات مثلا ونشوف ايه تبلش من demineralization عشان نقرر فرضا الفلوريز كيف البرفنت افك طبعته ولكن كلينيكالي هذا الحكي ما رح يفيد ني بالdiagnosis يعني ما فيه such thing انه احنا نقول 40% mineralization عندي بهذا السن طيب اول طريقة للdiagnosis لانا حكينا فيه شغلات فيجوان فيجوان تعتمد على الفيجن وعا التكتايل فيه شغلات بتعتمد على الريديوغرافس مثلا قلنا فيه شغلات تعتمد على الفلوريسنت لايتس فيه شغلات تعتمد على بعض انواع الصبغات والاضاءة المعين اللي تبين لي وين اماكن فيه كيرز اول واحدة رح نحكي عنها في الفيجوال كريتيريا هم طريقتين واحدة بتركز على الليجن اكتيفتي هل هي اكتيف ولا اناكتيف والانتيجريتي للتو سيرفس هل فيه كيفتيز هل فيه مايكرو كيفتيز او هل هو السطح السن انتاكت ما فيه كيفتيز اصلا هاي اول طريقة طريقة تانية بتركز على الكليينيك الكريتيريا اللي ممكن تتنبقلي بمدى عمق هاي الكيرز او مدى عمق هاي الليجن بعد تعطيني دليل على الاكتيفتي هل هو اكتيف ولا اناكتيف ولا ارستد لا تعطيني مدى عمق هاي الليجن هل هي فايت الدنتين اعطعتوا واصل البلب قريب كتير على البلب هذا الحكي بيبين بالطريقة التانية بوث هاو هاو بيستنسيف ويستخدم ويوز ان ريسيرج ستاديز وان فاون تو بي بوث فالد و ريليابل ريليابل سوري الطريقتين هدول لهم ريليابلتي وفاليدتي عالية بتخلينا نستخدمهم بسهولة او بتخلينا نستخدمهم احنا بالطمنين انه يعني ما رح ينتج خطأ كبير من هاي الأمور طيب اول طريقة اللي هي اللي بتعتمد على الاكتيفتي والانتيغريتي للسيرفس بيسموها نيفان كريتيريا بناء على اسم الشخص اللي بلش يوصفها اول شي وهاي الطريقة بتعتمد على تكتايل شو يعني ايش رح نستخدم مدام فيه تكتايل رأيكم لبروب لبروب مدام فيه تكتار معناته احنا رح نستخدم لبروب في الدييجنوس بتعمل لشغلتهم زي ما قولنا مثلا اكتيفتي هل هو اكتيف ولا وكمان الانتيغريتي للسيرفس هل في كيفتي مايكرو كيفتي او ما في كيفتي اساسا طيب لأنهم اكتار المرة الجاي مش رح أبلش فيهم هلا المرة الجاي بتكونوا دارسينهم عشان نتناقش فيهم اوكي لليفاد كريتي لماشيهم من تسعة صفتين وربعة من الكتاب ووراهم صور تدرسوهم عشان نحكي فيهم وحدة وحدة خلينا هلأ ناقض حضوره ايام في حد عنده سؤال حد عنده سؤال صبايا شباب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة